كمان خبر معانا من جانب الرئاسة السيد الرئيس الجمهورية والحكومة المصرية اجتماع تاني النهاردة مهم كان لرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية وكمان رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة الاجتماع ده تناول واهتم بمتابعة الجهود اللي بتقوم بيها الحكومة والدولة المصرية لتطوير منظومة المخابز العيش يعني اللي احنا بنكله لازم يكون فيه تطوير دائم يمكن كان العيش في فترة فيه مشاكل فاكرين كنا بنشتكم الطوابير والناس بتوقف بالطوابير ومخابز مششغالة ده فيه أزمة دقيقة ده فيه أزمة الطحين ده فيه أزمة في الأمح المستورد لازم الحاجات دي كلها اللي تم معالجتها خلال الفترات الماضية وأثار اللي ممكن تكون مترتبة عليها لغاية النهاردة لازم يكون فيه تطوير دائم ومستمر كمان كان فيه في الاجتماع منقشة لصبل مواجهة التحديات اللي بتواجه هذا الملف والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتنسيق ما بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية وكفيها كمان تشديد الرقابة عشان المخابز اللي كان بيتقال إنها بتسحب شولة الدقيق أو شولة الأمحة بيحها من بره بره أو العيش اللي كان بيخرج ببطاقة التموين اللي ممكن يكون حد مسلم بطاقة التموين بتاعته في قريماء للراجل هناك فالراجل يروح مخارج لهم أقل من حصتهم وياخد هو الباقي ويبيعوا للمحلات بتاعت الفول والطعمية أو للمطاعم كلنا عارفين التفاصيل اللي كانت بتحصل دي فلازم يكون فيه رقابة حقيقية ومتابعة وجوالات ميدانية بخصوص هذا الأمر عشان يتم ضبط الأداء والتسهيل على المواطن في الآخر اللي بياخد الخدمة اللي بيأكل العيش ده اللي بيخرج من المخابز وكمان يكون فيه تركيز على الأماكن والفئات الأكثر احتياجا اللي فيها المخابز ده كلام مهم جدا جدا في الاجتماعات اللي حصلت النهاردة